السلام عليكم معكم مصطفى من قناة مستر بومتيك. الحلقة دي هي حلقة سريعة عن اليوتيوبرز الناس اللي عندها قناة يوتيوب. الناس اللي بتتكلم في الاندرويد واللي بتشرح تطبيقات الاندرويد جديدة او قديمة واللي بتتكلم عن برامج او شرحات لبرامج في الكمبيوتر او اي حاجة من الانواع دي الشرحة ده خاص بكم انتو. تمام? او يعني هو يعتبر خاص لكل الناس اللي بتكلم في التكنية ممكن تطلع منها بمعلومة تمامة. اعرفت معلومة جديدة في اليوتيوب فقلت اشاركها معاكم آآ سريعا كده. كنت عايز اعمالها بس مباشرة لكن قلت عشان الناس لسا هتتجمع وكده فقلت الافضل ان احنا ننشرها مباشرة في فيديو. المعلومة دي هي ان مسلا لو انت بتنشر برنامج معين او بتشرح برنامج معين كل سما او كل حاجة البرنامج ده بيعملها اكتبها بعنوان. تمام? يعني مسلا افتح افتح مسلا نوت بات جديدة كده. انت مسلا بتتكلم عن برنامج لاستعادة الملفات. استعادة الملفات. تمام? تقوم مسلا بقى في الوصف او اكتب هنا خمس عناوين. ماشي مسلا العنوان الاول ده طبعا مش العنوان اللي هتكتبه في العنوان بتاع الفيديو. لا. لا ده مش عنوان الفيديو. افهموني كده يا جماعة ده مش عنوان الفيديو. لا اكتب بسنا خمس عناوين غير عنوان الفيديو. تمام? ايه? مسلا هنا استعادة الملفات للموموري. تمام? وهنا استعادة ملفات الكمبيوتر بعد الفورمات. مسلا عنوان كمان استعادة ملفات الهواتف. الاندرويد. او هواتف الاندرويد. اي حاجة. تمام? وتكتب خمس عنوان. تمام? خمس عنوان. هنا في عنوان. وهنا كم فيه عنوان. تمام? كنتم لكده خمس عنوان دول. هتعمل بهم ايه. هتحطهم في الوصف. ده بيعمل حاجة اسمها التحايل على لغرتميات اليوتيوب. قلتها صح. تمام? بيعمل تحايل على اليوتيوب. مش تحايل بمعنى هي حاجة مش شرعية. لا هي شرعية. هي شرعية. شرعية مية في مية. ولكن انت لو عملتها بتزود من احتمالات ظهور الفيديو بتاعك في محركات البحس بشكل كبير. يعني بشكل كبير جدا. لو هيبحس عن كلمة استعادة لملفات هيلقي الفيديو بتاعك من ضمن العشر نتائج اللي بيزهروا في محركات البحس الصفحة الاولى. ولو كتب استعادة ملفات الكمبيوتر بعد الفورمات برضو هيلاقي الفيديو بتاعك. طبعا لو الفيديو بتاعك يستحق? والفيديو بتاعك فعلا فيديو كويس. تمام يعني? على فا encore يوتيوب ياخد من ان الفيديو كويس. لو الفيديو في الايكوت كتير الايكوت دي بتساعد. ده ما الناس يطلب منك لعمله لايك ليه? الايك ده بيساعد يحط في التحليد في بدايد محركات البحث. يحط في ايه اللي هو يحط هو انا في الاختيارات اللي بتجي في الجنب الفيديوهات كده اللي هي اسمها مش فاكر بزفovich تسمع يا لالاسف ولكن يعني بيوقف جامع الفيديوهات كده فيه اكتر من فيديو بيحطه كده في الجامب وتلاقي مكتوب تاحته دي يعني الفيديو ده يستحسن انك تشوفه الفيديو ده بيتكلم في مجالك انت انت ما كنت تشوفه انت مسلا انت مسلا انت مسلا اه دواع ل القنابة بتاع اليوتيوب بتاعك عادية جدا كون PAC انت بيخش تتفرج على قناهات技服ل تكنولية هتلاقي فيديو كده في الجامب بيتكلم عن القناة تكنولية او بيتكلم من يعني قناةół分鐘 بتتكلم في فيديو. وانت اصلا مش عامل لها لا اشتراك ولا تفارجت على الفيديوهات قبل كده. ولكن مكتوب يعني القناة دي كويسة تقدر تفارج عليها تفيدك. تمام? هو ده المعنى والمقصول من كلمة اللي توقع مكتوبة اسفل الفيديوهات. تمام? فانتا ده بيسهل الفيديوهات بتاعتك انها توصل لمرحلة عشان كده عشان يوصل لك ناس اكتر وتلاقي سبسكرايبرز اكتر. فانا صراحة ما جردتش الحركة دي. في اكتر من قناة جرابتها زي قناة سوفت فان ويج اكتر من قناة كتار جدا جربوا الحركة دي وانا شايفهم بيجربوها لما بنشروا حاجة للاندرويد. فبيتكلموا عن كل حاجة للاندرويد ويكتبهم مسلا في خمس عنوين يقول لك البرنامج ده بيستخدم فيه نقطتين ويكتب تحت الخمس عنوين بتوع البرنامج. حركة زكية جدا منهم. والصراحة انا نفسي متابعين مستبعهم اللي بتكلمهم في اندرويد اول اللي بتكلموا فيه شروحات البرامج يستخدموا الطرق دي. واتمنى تكون تفتكو. اتمنى برضا تتفارك على اللي انا عملتها عن اليوتيوب. عملت كاملة عن اليوتيوب. من اول انك تزاي تزبط واجهة القناة. لحد ما انت هتزبط القناة كلها. وتحد ما انت هتزود مشتركينك. ولحد ما انت هتزود الارباح بتاعتك. تضعف الارباح بتاعتك لعشر دولار والتلاتين دولار واربعين دولار كمان. وحاجات كتلة جدا شرحتها في دي. اتمنى انها تفيدك بشكل كبير. ان شاء الله كلها تفيدك بشكل سريع. اتمنى من كل قلبي الفيديو السريع ده يفيدكم. اتمنى انك لو عجبك الفيديو ده هتعمل لعك للفيديو ده. اهم حكي تعمل لعك للفيديو ده عشان ليه دوصل لناس تانية. عشان الناس تانية تستفيد وعشان انا كمان استفيد. ده هيعتبر شكل ما اشكال الدعم لكات مستر بومتك. كان معكم مستهر من قناتك مستر بومتك شوكوش في الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.